رغم من مرور عدة أشهر على تكليف رئيس الوزراء الحال عادل عبد المهدي بتشكيل حكومته إلا أن هذه التشكيلة الوزارية لم تكتمل بعد في ظل وجود أربع وزارات شاغرة هي الداخلية والدفاع والعدل والتربية بسبب اختلاف الكتل السياسية على تقسيم الوزارات والمناصب فيما بينها أزمة إكمال التشكيلة الحكومية في العراق تؤكد مدى الفوضى السياسية من عكاساتها الدولية على الوضع في العراق وعجز القوى المشكلة للحكومة عن المجيء بأربعة أسماء يمكن أن تتوافق عليها جميع القوى السياسية مسؤول حكومي تحدث عن صراعات سياسية ستشتد خلال الشهرين المقبلين على المناصب العليا والدرجات الخاصة التي ينبغي أن تحسم قبل نهاية شهر حزيران المقبل مضيفا أن الشخصيات المهمة ومتنفذة متورطة بملفات فساد حكومي كبير في الوقت ذاته فإن الملفات الخارجية أمام حكومة عبد المهدي لا تقل خطورة عن الداخل وعلى رأسها انتشار القوات الأمريكية في العراق ودفع الشركاء العملية السياسية لإخراجها في سياق التنافس بين طهران وواشنطن وما يؤكد ذلك ما ذكره النائب محمد كريم أن على العراق ألا يسمح باستخدام أراضيه ضد الدول المجاورة رافضا تدخلات السفارة الأمريكية في العراق وتصريحاتها الأخيرة عن ثروة خامنعي حكومة عبد المهدي لم تحرز حتى الآن أن يتقدم في سياستها الداخلية والخارجية فضلا عن عدم قدرتها على إكمال نصابها ما يهدد باستقالتها أو إقالتها لا سيما أن الأحداث المتسارعة في المنطقة تحمل الكثير من الأزمات التي لا تقوى هذه الحكومة على خوض غمارها وسط انتشار الفساد الحكومي الذي باتت تضرب جذوره كل مؤسسات الدولة العراقية موسيقى